موسيقى لو اتكلمنا عن ألم الصادر أو ألم الزفحة الصادرية طبعا ألم الصادر من أكتر الأوجاع أو الألام اللي بتنتشر وبيعاني منها أشخاص كتير الأعراض أو أثار الزفحة الصادرية طبعا بتختلف باختلاف درجة الإصابة وبالتالي معظم الألم بتضع على شكل ألم أو إنزعك في الصادر ممكن هذا الألم يستمر دقائق أو ممكن دقيقة إلى ممكن ربع ساعة مع المريض بيعاني من ألم بيعاني من شعور بحرقة واعتصار في الصادر زي ما ذكرنا بتختلف طبعا الأثار اللي بيشعر بها المريض حسب نوبة الزفحة الصادرية سواء كانت مستقرة أو غير مستقرة أو متغيرة ولكن ألم الصادر بيعتبر من أكتر أعراض وأثر الزفحة الصادرية بيظهر على شكل ألم حد ومزعج وممكن طبعا الشخص يشعر بوجود ضغط أو سقل على الخفص الصادري بيبدأ الوجع الخاصة بالزفحة الصادرية من أعظام القص وبينتشر لمنطقة الصادر على كامل الصادر ممكن طبعا ألم الزفحة الصادرية ينتشر لمناطق أخرى من الجسم فممكن الألم يوصل مع المريض لأعظام الفك ممكن يوصل للأسنان ممكن بعض الأعراض الأخرى بيعاني منها مريض الزفحة الصادرية زي بيشتكي من ضيق التنفس بيعاني من ألم في المعدة وأسفل الظهر بيعاني من شعور بضعف عام بيعاني من غسيان ودوخة أو بيعاني من حرقة في المعدة أو بيعاني من فرط التعرق بالنسبة لمضعفات الزفحة الصادرية طبعا نتيجة الزفحة الصادرية لو حصلت بصورة مفاجئة أو متكررة ممكن ينتج عنها مجموعة من المضعفات أبرز أو أشهر هذه المضعفات هي أن المريض يصاب بنوبة قلبية نوبة قلبية لها علامات بتزعي على المريض زي المريض بيجد ألم شديد أو صقل أو ضغط على منطقة وسط الصادر وممكن طبعا يستمر هذا الألم لدقائق من أيضا أعراض النوبة ألم في العظام بينتشر من الكتف إلى الفك المريض بيعاني أيضا من التعرق بيعاني من ألم متزاد في الصادر على فترات متقطعة بيعاني وبيشتكي من ألم في الجزء العلوي من البطن والزهر بيعاني من عدم قد على التنفس وبيعاني من حالة من الدوخة المستمرة ممكن يصل الأمر للإغماء بيعاني من الغسيان دايما والدوخة والتقيق ممكن في بعض الحالات بعض المرضى يجي لهم نوبات من الاكتئاب أو التعب النفسي أو القلق أو التوتر المتزايد وده طبعا بينتج عن الألم المتزاد في الصادر ومختلف أنحاء الجزء في عوامل خطر للإصابة بالزبحة الصادرية في مجموعة من العوامل بتخلي الشخص أكتر عرض للإصابة بأمراض القلب وبالتالي بيكون في حاجة للاهتمام الطب الزائد بهذا المريض أو بهذا الحالة زي إذا كان المريض بيعاني من أمراض الشريان التاجي اللي بيؤدي للإصابة بالزبحة القلبية أيضا من العوامل اللي ينبغي الانتباه لها اللي ممكن ترفع فرصة إصابة إنسان بالزبحة الصادرية أو بنوبة قلبية إن المريض يكون عنده مستويات مرتفعة من الكوليسترول أو إنه يكون مدخن أو بيعاني من ضغط دم غير منتظم أو بيعاني من وزن زائد أو نظام غذائي غير صحي أو بيعاني من داء السكر أو داء السكري عنده تاريخ وراسي أو عائلي بأمراض قلب أو مشاكل في الأوعاد دموية والقلب التقدم في العمر أو عدم ممارسة الرياضة والكسل والخمول بالنسبة لأنواع الزبحة الصادرية أنواع الزبحة الصادرية في زبحة صادرية مستقرة في غير مستقرة في زبحة صادرية دقيقة وفي زبحة صادرية متغيرة بالنسبة للزبحة الصادرية النوع الأول اللي هي المستقرة دي بتعتبر أكتر الأنواع انتشارا بتحصل نتيجة نشاط بدني أو بزل مجهود وبتحصل بشكل مفاجئ وبتكون طبعا لدقائق معدودة النوع الثاني الزبحة الصديرة غير المستقرة بتحصل للأشخاص اللي هم عندهم حالة من الخمول اللي ما بيحبوش يتحركوا كتير أو يمرسوا أي نشاط بتحصل في شكل ألم قوي ممكن يستعمل الفترة زمنها طويلة ممكن كسيرة التكرار وطبعا ممكن تكون دي مؤشر على الأصابة بنوبة قلبية النوع الثالث الزبحة الصدرية الدقيقة بتصيب في الغالب النساء وبيصحبها ألم في الصدر ممكن مدة عشر دقائق وبيكون في خلل في أحد الشرعين التاجية الصغيرة وده طبعا بيؤدي لعدم حصول القلب على كمية كافية من الدم أيضا النوع الأخير هو الزبحة الصدرية المتغيرة بتعتبر من الأنواع النادرة الحدوث لكن طبعا بتكون خطر على المريض لأنه ممكن تحصل بشكل مفاجئ والمريض نايم وبالتالي لا يتمكن أحد من إسعافه بتحصل أثناء الليل أثناء النوم نتيجة تضيق المفاجئ للشرعين طبعا بسبب يعني تاريخ مرضي وبسبب أمراض معينة في الأوعاد الدموية بالنسبة للوقاية من خطر أثر الزبحة الصدرية ممكن الإنسان يحمي نفسه أو يقي نفسه من الإصابة بالزبحة الصدرية من خلال أنه يغير بعض أنماط الحياة ممكن طبعا بعض الأمور تقلل من خطر الإصابة منها عدم التدخين منها أيضا أن الإنسان يكون فيه متابعة دورية للأمراض المزمنة لو كان الإنسان مريض سكر عنده مشاكل في الضغط عنده مشاكل في الكولا عنده مستويات كولسترول مرتفعة فمهم أنه دايما يعمل فحص دوري للقلب وفحص دوري وتحليل هذه العوامل الممرضة علشان يقي نفسه من أي إصابة أو أي ضرر مباشر ممكن يصيب القلب مهم أيضا الحفاظ على الوزن الوزن المسالي والحفاظ على نظام غذاء صحي أيضا ممارسة الرياضة بانتظام ومدومة الحركة والنشاط مهم أن الإنسان يتحرك لو مش عايز يمارس الرياضة على الأقل أقل حاجة بينصح بها الماشي نص ساعة يوميا بخطوات سريعة بتحمي الإنسان وبتوفر لي يعني القدر المطلوب من اللياقة البدنية عن أن الإنسان يفضل قاعد لأيام طويلة أو ساعات طويلة أو يتجنب الحركة والنشاط مهم أيضا الحفاظ على الجانب النفسي على الصحة النفسية الإنسان طبعا يتجنب القلق والتوتر والانفعال والغضب لأن كل هذه الأمور بتأدي إلى الأصابة بأمراض مزمنة زي السكري وأمراض الضغط وبالتالي ممكن تؤدي إلى جلطات وزبحة صدرية في النهاية بنذكر الزبحة الصدرية عبارة عن آلم في الصدر الآلم ده بيتمزء أنه مزعج وبينتج نتيجة عدم وصول كمية كافية من الدم المحمل بالأكسجين اللي هي عضلة القلب طبعا مش أي حد يصاب بألم في الصدر يبقى على طول هو مصاب بمشكلة في القلب أو زبحة صدرية إنما الأمر بيتوقف على عامل كتير وأهم حاجة لازم التشخيص لدى طبيب متخصص وبيعمل فحوصات معينة بيعمل أشعة معينة على القلب للإطمئنان على القلب والشرعين الزبحة الصدرية بتعتبر مش مرض في حد ذاتها ولكن بتعتبر من أحد أعراض مشاكل القلب خاصة مشاكل الشريان التاجي لأن طبعا الألم اللي بيصاحب الزبحة الصدرية بيشبه لحد كبير ألم عسر الهضم لو بعض الناس جربوه وبالتالي بيحصل خلط عند بعض الأشخاص بيكون عندهم أمرض في القولون فبيقلقوا والألم بيسمع للقلب أو الصدر فبيقلقوا إن في مشكلة في القلب والعكس طبعا هذه الأعراض بتكون متشابعة وبالتالي اللي يقدر يحدد هو الطبيب بناء على زيارة وفحص مباشر من الطبيب المتخصص ده كان أهم المعلومات عن آثار الزبحة الصدرية في النهاية بنتمنى السلام للجميع ونلتقي بإذن الله على خير في فيديو جديد وموضوع ترجمة نانسي قنقر شكرا للمشاهدة